مع حضراتكم لمصادر خاصة النهاردة أكدت للعشرة مساء فاكرين حضراتكم المشروع الخاص بإعادة ترسيم حدود مصر إنشاء بعض المحافظات الجديدة مصادر خاصة العشرة مساء قالت إن هيبقى عندنا تلات محافظات جديدة هي محافظة العالمين ومحافظة وسط سيناء ومحافظة الوحاة شايفين حضراتكم دي بعض الخرائط الخاصة بالمحافظات الجديدة عندنا محافظة الوحاة هتضم عدد من الوحاة وعدد من المحافظات زي ما حضراتكم شايفين هيتم دمجها في هذه المحافظة لتصبح محافظة كبيرة تحت اسم الوحاة هناك أيضا المحافظات كان فيه مطلب لسنوات طويلة بإن وسط سيناء دي تبقى محافظة مستقلة عن شمال وعن جنوب سيناء أعتقد أن مسألة يبقى فيه محافظة لوسط سيناء مسألة في غاية الأهمية هناك أيضا محافظة دي طبعا محافظة الأسر دي هتبقى كمان الأسر أصلا محافظة لكن هتبقى فيه محافظة أخرى هي محافظة العالمين المصادر قالت لنا أن تلات محافظات جدد هيتم ضمها إلى عدد محافظات الجمهورية وإن ده هيتم خلال شهر من الآن ويصبح عدد أقاليم مصر 11 إقليم بدل من 7 وهيحاولوا زي الهدف من ده إيه فيه ناس بتقول طبعا إحنا لما نزود المحافظات هنعمل إيه هنعمل إيه أن احنا هنوسع الحدود هنوسع الطرق هنعمل الكلمة اللي بتتقال دايما ظهير لهذه المحافظات لمحاولة أن المحافظات تتنفس يعني ما تبقاش محافظات مكتومة أو محافظات بها كتلة كبيرة جدا سواء من الناحية السكانية أو من ناحية العمالة عايزين يفتحوا الأفق شوية لعدد من المحافظات اشتركوا في القناة